السلام عليكم على السريع أنقلوا إليكم خبر صدور الـ iOS 15.2.1 بشكلين مقتضب في هذا الوصف المرفوق بالتحديث تشير أبل إلى مشكلتين فقط مشكلة في الـ iMessage ومشكلة أخرى في الـ CarPlay وأيضا تشير إلى إصلاحات وبشكل عام لا تدخل في التفاصيل عودتنا أبل حينما يكون التحديث بمساحة كبيرة أن يكون هاما ولو لم تذكر التفاصيل لا أطيل عليكم ما عليكم سوى الدخول إلى حيث أنا داخلني الآن إعدادات عام تحديث البرامج وبالضغط على تحديث البرامج تأتيكم هذه النافذة يضغطوا على تحميل أدخلوا الرمز السري لهاتفكم وينطلق الحصول على التحديث بدءا من التحميل ثم التنصيب وإعادة التشغيل على أن تكونوا مرتبطين بشبكة الواي فاي هذه أمور لا أمل من إعادتها نظرا لكثرة المشاكل نتيجة لتجاهلها الارتباط بشبكة الواي فاي الشحن أكثر من 50% أو الارتباط مباشرة بمصدر الكهرباء والمساحة الكافية لإجراء هذا التحديث